إذن إبراهيم الدواجي نرجو الله تعالى له الفرج واللطف والده ظهر في أكثر من منبر يسعى للإفراج عن ابنه الذي يقول أنه تعرض لانتهاكات يعني حال الاعتقال وأيضا الآن في حالة الاحتجاز كيف تعلق على ما يتعرض له الناشطون هنا الدواجي كان يقول هناك مؤامرة على الشعب الجزائري ومن قال ذلك الآن هو معتقل طبعا أولا أنا أبلغ مواساتي لعائلة أخي مصديق إبراهيم فرج الله كربه وشفاه الله لأني سمعت أنه في المستشفى بعد 16 يوم من الإضراب عن الطعام فيها بعض الإخوة قالوا لأنه تقيى الدم الله يشاف فيه إن شاء الله لكن أنا كنت نتكلم على فلسفة ملامح دولة بوتفليقة وقلت لك بأنه كان يكره ثلاثة يعني ملامح يكرهها ويبغضها ويقاتلها الوطني والشريف النظيف والمتعلم أنت قدرا ذكرت ثلاث معتقلين لا أحمد بن محمد وطني شريف متعلم كفاءة أكاديمية سربونية طبيعي جدا أن يحقد عليه بوتفليقة اللي عنده سنة ثانية ثانوي ويحقد عليه قيد صالح اللي عنده سنة رابعة ابتدائي حتى الجزائرين يقولوا يا صاحب الرابعة طبق المادة السابعة هذا نموذج نموذج ثاني لخضر بورقعة قد لك أنه هذا بوتفليقة الذي كان يبذر يعني تمويل السلاح لجبهة التحرير لجيش التحرير في القاهرة في السكر والعربدة طبيعي جدا أن يقره ويبغض لخضر بورقعة المجاهد اللي كان رائد في جيش التحرير يوم ما كان قاية صالح عريف نحرف الفرق ما بين رائد وعريف رائد في جيش التحرير كان الثاني رطبة في الجزائر في جيش التحرير يعني ما يكافئ الآن لواء يعني رجل في هذا السن أيضا والقدر ويرامل بهذا الطريقة لأنني نحكي لك ما زالت نكهة بوتفليقة موجودة فهذا المجاهد اللي هو رمز للوطنية ينكل به ثالثا إبراهيم دواجي اللي يمثل نموذج الثالث الشاب النظيف المتبصر الذي يصعب استغبائه يصعب تحويله إلى ذبابة فيها تقول تحيا وما تحياش رجل دو يعني خلفية متعلم واعي هذه الاعتقالات ليست فقط اعتقالات وإنما اختزال الثورة الآن هذه الاعتقالات يعني ليست الدارك أو الشرطة من اعتقالتهم ووضعتهم في السجن لا من هي اعتقالتهم وآتت بهم إلى القضاء الذي متحكم فيه بالتليفون والقضاء اعتقلهم من يعتقل هذه النماذج ثلاثة على الأقل ومثلهم كثيرون يعني أنا استسمح أهلي وإخواني المعتقلين لمنهم مثلا على الأقل يعني يحضروني هنا محمد دعدي مصطفى قيرة أنا يعني وأعتذل للناس لمن عرفهم مش هادوا لي أنهم كانوا أصحاب يعني لانا صولات وجولات مع بعض فمن يعتقل هؤلاء ويزجوا بهم في السجن هو نفسه الذي كان يبارك الاختطاف في التسعينات هو نفسه الذي قتل وبارك مقتل الصحة في زميننا محمد تمال تحت التعذيب في السجن هو نفسه الذي نكل بعض الله بن نعوم هو نفسه الذي نكل بحسن بوراس تحية لهؤلاء الأبطال جميعا ورحم الله هو محمد تمال فهذا القضاء لا يمكن أبدا 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 أن يكون في الصفة الثوري لأني كما قلت لك نعم والله لو كانوا معنا مازال نعم